اشتركوا في القناة والتي كان اخرها ما تحقق المملكة من ميدالية ذهبية في منافسات المصارعة وزن سبعة وتسعين كيلو جراما واكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان الانجازات الرياضية المشرفة التي يتوالى تحقيقها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه هي تجسيد لما يليه جلالته من اهتمام ودعم مستمر للرياضة البحرينية بما يسهم في تعزيز رياضة مملكة البحرين في المحافل الرياضية الاقليمية والدولية معربا سموه عن اعتزازه بنجاحات فريق البحرين المحصودة بهم آليا وعزائم جازمة وطموحات لا حدود لها رفعت اسم مملكة البحرين عاليا مشهيدا سموه بالدور البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في الدفع بالقطاع الرياضي نحو مستويات المتقدمة وما يوالي بذله من جهود طيبة تسهم في تحقيق النماء والرفعة لمملكة البحرين وعرب سموه عن خالص تهاني لكل من حرص على متابعة وتشجيع فريق البحرين بالدورة من المملكة ومن الدول العربية الشغيقة من أجل تحقيق هذه النتائج المتميزة التي تمثل اسهاما مهما في رفع حصيلة الانجازات العربية على مستوى الدورات الأولمبية والبطولات الدولية